طارق صالح يكشف موعد انتهاء استهداف الحوثيين للسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح في تصريحات أخبارية إذا أردنا تحقيق سلام شامل وعادل في اليمن يجب أن يحدث هذا الأمر ونعمل في مجلس القيادة الرئاسي كفريق واحد لاستعادة الدولة ولن يتم فرض واقع على الشعب من قبل أي مكون حزبي وأضاف أزمة البحر الأحمر لن تنتهي بانتهاء حرب غزة والدليل سفينة النفط صافر التي ما يزال خطرها قائما وإيران تريد اختطاف القضية الفلسطينية من العرب والحرس الثوري هو من يدير معركة الحوثيين اليوم وذلك باعتراف عبد الملك الحوثي نفسه واختتم إيران وجماعة الحوثي حضرتها للهجمات في البحر الأحمر منذ اتفاق ستوك هولم المنصرم وأن إيران تريد اختطاف القضية الفلسطينية من العرب بينما هي بعيدة كل البعد عن ما يحدث لفلسطين وقضيتها التاريخية فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها